بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغاتلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدونك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويثم نعمته عليك وعلى آل يعقوبك ما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ظلال مبين أقتلوا يوسف أو طرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوا في ضيابة الجب يلتقيقوا بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأقاف أن يأكله الزئب وأنتم عنه غافلون قالون إن أكله الزئب ونحن عصبة إنا إذا لقاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في ضيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إن أذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند مكاعنا فأكله الزئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بذل كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فطبر جميل هو الله المستعان على ما تصفون وجاء السيارة فأرسلوا وأردهم فأبلا دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بضاره والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخص دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكرمه متوان عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليه سفة الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله ظالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه ثقما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وظلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن متوان إنه لا يفلق الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برعان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من ذبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من ذبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من ذبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من القاطئين وقال نشوة في المدينة مرأة العزيز ترامد فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في غلال مبين فلما سمعت بنفلهن أرسلت إليهن وأعتجت لهن متكأا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن قاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلك إن الذي لغتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليس جنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فطرط عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أخذوما إني أراني أعشر صمرا وقال الآخر إني أراني أحبل فوق رأتي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تردت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحب السجن أأرباب متفرقون طير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها وأنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب يسجد أما أحدكما فيسكي ربه قمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكر لي عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلذك في السجن بضعة نين وقال الملك إني أرى سبع بقرات ثمان يأكل هن سبع عجاك وسبعة بلاك خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبون قالوا أضغط أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين فقال الذي نجى منهما وادكر بعد أمة أنا أنذئكم بتأويله فأرسلون يوسف أنه الصديق أفتنا في سبع بقرات ثمان يأكل هن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين بأبا فما حصدتم فذروا في صنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاة الناس وفيه يعفرون وقال الملك اتوني به فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما باء من نسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيبهن عليم قال ما قطب كن إذ راوات يوسف عن نفسه قل ما حاشا لله ما علم ما عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحة الحق أنا راوت هو عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أن لي لم أقنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد القائلين وما غبر نفسي إن من نفس لأما رسول بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني بي أتخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أميم قال اجعل على خزائر الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فذقدوا عليه فعرفهم وهم لهم منكرون ولما جهدهم بجهازهم قال اتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أن يؤوف الكيل وأنا قير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال وقال لكتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبا ما منع منا الكيل فأرسل معنا أطعنا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أكيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونبير أهلنا ونحفظ أقونا ونزاد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتن نيبه إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لدو عل لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دقلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إن أنا أخوك فلا تبتئف بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السطاية في رحل أخيه ثم أزن مؤزن أيتها العير إن لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد طواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به بعير قالوا قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نبي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كذنا ليوسف ما كان ليأخذ أقاه في دين الملك إلا أن يشاء الله يرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أكل له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فقد أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال ما عاد الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لغالمون فلما سيئتوا منه خلصوا نبيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرستم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو طير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصابقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إن هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحز فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إن إن ما أشق بدي وحذني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا يأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما ذقلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببطاعة مزاة فأوفلنا الكيل وتخذق علينا إن الله يجزي المتخذقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إن أنتم ذاهدون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أن يوسف وآذا أخي قد من الله علينا إنه من يتك ويصبر فإن الله لا يذيغ أجر المحسنين قالوا كالله لقد آترك الله علينا وإن كنا لقاطئين قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بطبيصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بطيرا واثوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجب لي حيوت فلولا أن تفنزون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أنزى البشير ألقاه على وجهه فارتد مصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا دنوبنا إنا كنا قاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دقلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال بقلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إن هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحي إليه وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاكبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقض أفلا تعقبون حتى إذا استيئت الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فهجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يبيه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون مجرمين مجرمين مجرمين